طبعاً أو اللي كان بيورهولنا يا أحمد دلوقتي كان جزء من الجهود الأمين بها الدولة خلال الفترة الماضية للتكيف مع تغيرات المناخية والاستعداد أيضاً لقمة المناخ اللي هتوقت خلاص في بداية الشهر القادم الهدف منها طبعاً زي ما قلت حضراتك هو التكيف والتخفيف من أثار التغيرات المناخية من ضمن المؤسسات اللي بتقوم بهذا الأمر هيئة الطاقة الزرية اللي هدول كبير جداً في هذا المجال وبتقدم أبحاث وحلول مواجهة أثار التغيرات المناخية هنعرف تفاصيل أكتر من ضيوفنا المشرفين في الأستوديو دكتور شريف الجهري المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الزرية أهلاً بيك دكتور أهلاً بسرعة وأيضاً الدكتور محمد كساب أستاذ مساعد الأراضي بمركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الزرية أهلاً بيك أهلاً بسرعة منورنا وصلاح خير عليك أهلاً بسرعة دكتور شريف عايزين نعرف في البداية الدور اللي بتقوم بي وبتقدمه هيئة الطاقة الزرية في هذا الصدد طبعاً صالح الخير على حضاركم الأول وعلى كل المشاهدين في مصر الحقيقة هيئة الطاقة الزرية أساس محور عملها وهو الاستخدامات السلمية للطاقة الزرية ومن أحد المحاور اللي هي الحقيقة اللي هيئة بتشغل فيها وهو الأبحاث التي لها علاقة بتغيرات المناخ ليه بتشتغل كده؟ لأن احنا طبعاً المجموعة اللي بتشتغل في هيئة الطاقة الزرية بتشمل جميع الخبرات في جميع المجالات وهي طبعاً فبالتالي بتتعرض لكل القضايا المناخية وبالتالي ده أحد المحاور اللي بنشتغل فيها هذا بالإضافة أن طبعاً الاستراتيجية الوطنية اللي هي أعلنتها مصر 2050 للتغيرات المناخية فيها بعد مهام جداً وهو ضرورة مشاركة البحث العلمي في قضايا تتغير منها لأن بدون بحث علمي حضرتك ما فيش أي قضايا تتحل لأن البحث العلمي هو المدخل لحال أي قضايا وهو اللي بيدي المعايير والمعلومات لمتخزي القرارات فعشان كده هيئة الطاقة الزرية الحقيقة بخبراتها في المجالات المختلفة بدخلها في هذا المجال وعندنا الحقيقة مجالات كتيرة يعني في مجالات الزراعة في مجالات بحوث الأراضي مجالات المياه وأكيد إن شاء الله سنتكلم في حديثنا عن هذا الكلام طيب أروحي دكتور كساب على مسألة الأبحاث والحلول التطبيقية للتكيف مع تغير المناخ دور هيئة الطاقة الزرية في هذا صباح الخير الأول على السلام المشاهدين ويسعدني النهاردة أن أنا أكون موجود معاكم للتحدث عن قضية التغير المناخي وعلاقة أبحاث الطاقة الزرية بها في البداية هي الطاقة الزرية زي ما الدكتور تشريف تفضل وقال هيئة بحثية علمية تهتم بالقضايا الدولة وبالتالي إحنا عندنا جهود دولية في مكافحة التغير المناخي اللي هي أهداف الأمم المتحدة الهدف الثاني والهدف الثلاثة عشر بيركز على القضاء على الجوع واتخاذ إجراءات عجلة للتكيف مع تغير المناخي الدولة المصرية قامت بجهود في هذا الموضوع وكان أهمها استراتيجية مصر 2030 أو رؤية مصر 2030 إن ب2030 يكون عندنا نظام بي متزن مصر أطلاقت الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي في مصر سنة 2022 في مايو الماضي وبعد كده عندنا كوب 27 في نوفمبر في مايوية شرمشي هيئة طاقة الزرية في الحقيقة أما تيجي نبص القضية التغير المناخي عندنا بنعمل حاجة اسمها دراسة للموقف بنشوف نقاط القوة والضعف اللي عندنا إيه القضايا اللي إحنا نقدر نعالجها من خلال التقنات النووية هيئة طاقة الزرية فيها مركز بحسية مركز البحوث النووية في أنشاص ضمن أحد أهم الشعب اللي موجودة شعبة تطبيقات النظائر المشاعة تطبيقات النظائر المشاعة ينقسم منها أربع أقسام أهمها قسم بحوث الأراضي والمياه قسم البحوث النباتية قسم التطبيقات البيولوجية وقسم النظائر المشاعة قسم بحوث الأراضي والمياه يهتم باستخدام التقنات النووية السلمية في أول حاجة التعامل مع أنظمة الرأي الحديثة وده من ضمن الأهداف الفرعية للاستراتيجية المصرية للتغير المناخي أنه يكون عندي أنظمة رأي ذاتة كفاءة عالية لازم الحفاظ على موارد الدورة عن طريق الحفاظ على الأراضي الزراعية مكافحة التصحر وإنجراف التربة عندنا هاي الطاقة الزهرية في الفترة الأخيرة في 2016 طوارت تقنية تستخدم في رصد التغيرات اللي بتحصل في التربة وهي إنجراف التربة اللي بيترتب عليها تأكل الطبقة السطحية القابلة للزراعة وبالتالي انخفاض خصوبة التربة في هذه الأماكن طبعا انخفاض خصوبة التربة هي التربة هي المستودع الأساسي لتخزين ساني أكسيد الكربون فما نتكلم على قضية التغير المناخي أحد أهم الموارد المتأثرة هي التربة الزراعية فلابد أن نحافظ على هذه التربة وتقدم هيئة الطاقة النهوية تقنية جديدة تستخدم في رصد هذه التغيرات بدقة شديدة وقد تستخدم مستقبلا في عمل قاعدة بيانات لإنجراف التربة في مصر من أجل تطبيق استراتيجات المحافظة على التربة الزراعية والمساهمة في تنمية المستدامة في الدولة المصرية عظيم دكتور شريف الناس ممكن تتخض شوية الطاقة النهوية والزراعة والري والحاجات اللي احنا بناكلها مع حقيقة حق طبعا أن الناس كلها بتخاف أو بتسمع كلمة إشعاع أو طاقة ذرية مع الغذاء الحقيقة الاستخدامات النظائر المشاعة في موضوع التغذية مهم جدا اللي هي التطبيق الزراعية عندنا حاجتين بنشتغل فيها واحد أول حاجة أننا عندنا حضراتك عندنا وحدتين لتشعيع الأغذية الوحدتين دول عندنا واحدة في مدية نصر وواحدة في اسكندرية نقول ليه بنستخدم الكلام ده طبعا الحقيقة الحاجات اللي بتتصدر لبرة سواء المنتجات الزراعية أو توابل أو أي منتجات غذائية بتتعرض لبشاكل في الرطوبة أو في البكتيريا في الفطريات فبيحصل لها تلف فبالتالي نحن نستخدم الإشعاع بجرعات محسوبة ومعترف بها دوليا من منظمة الصحة العالمية ومن الوكالة الدولية للطاقة الضرية ومن الدول اللي بتستوردها يعني نحن مش بنبعث كده وخلاص فبتاخد جرعات ضعيفة جدا من الإشعاع عشان توقف نمو الفطريات أو أي حاجة بتسبب تلف هذه المنتجات استخدام أمن لهذه الطاقة أمن تماما فندم بنستخدمها في أي يعني نحن نستخدمها حاليا نحن في مصر نصدر كمية كبيرة جدا من التوابل فبتستخدم هذه التقنية في هذا الكلام بنصدر بنستخدمها كمان في معالجة الأدوات الجراحية جوانتيات بعض أنواع المراهم بنستخدم برضو الإشعاع في هذا الكلام فده من ناحية الأول جزء من ناحية تشريع الأغذية لسه طبعا ما دخلناش فيه مثلا المنتجات زي البرتقان البرتقال مثلا الفراولة لسه يعني بس دول كتيرة جدا على فكرة سمحة باستخدام هذا النظام وما فيهوش أي مشاكل الجزء الثاني اللي بنستخدمه التقنيات النوية في مجال الغذاء وهو إنتاج طفارات زراعية الإنتاج الطفارات زراعية احنا الحقيقة عندنا مجموعة متميزة جدا ويمكن الدكتور محمد قال عليها في مركز بحوث النوية الحقيقة عملت طفارات زراعية الطفارات الزراعية دي عبارة عن زي يسميها أجيال جديدة من النباتات دي بتتحمل بعض الصفات الجديدة مثل مثلا تحمل الملوحة تحمل العوامل الجوية بتسامل تغير الخريطة الصنفية بالزبط كده ولكن بطريقة آمنة والكلام ده بيقعد مثلا عشان ينتج حضرتك طفرة من حاجة ده بيقعد له عشرة سنين يعني مش اللي هو يدي له مثلا دلوقتي جرعة وبعد كده يروح الزراحة تاني يوم لا وبعدين بتمر طبعا مع وزارة الزراعة بإجراءات عشان تصرح لحضرتك باستخدام هذه الطفرة وتتأكد وزارة الزراعة أنها أول حاجة طبعا هي أمينة ما فيهاش أي مشاكل لكن بتتأكد من الصفات اللي انت حديك بتقول انك حس انته سواء انك حضرتك دي بتتزرع في أرض فيها نسبة ملوحة أو بتتحمل عوامل جوية وهكذا فده الحقيقة الجزء بتاع استخدام الاشعاء في مضوع الغذاء والزراعة وده الحقيقة من الحاجات الكتير جدا اللي الناس لازم بيبقى فيه وعي للجمهور بهذا الكلام أنها أمينة تماما وما فيهاش أي أضرار على صحة الإنسان المصري طيب دكتور كساب هل الهيئة دور في مسألة إدارة موارد المياه في مصر وتقنيات معينة من هيئة الطاقة الضرية طبعا زي ما الدكتور شريف أوضح على دور هيئة الطاقة الضرية في الأبحاث المتعلقة بالزراعة فيه برضو عندنا أبحاث متعلقة بالمياه وهي استخدام النظائر الطبيعية في تتبع حركة المياه سواء المياه السطحية أو المياه الجوفية والتداخل ما بين المياه السطحية والمياه الجوفية طبعا هناك تقنات يعني من ناحية العلمية هي نظائر الهيدروجين والأكسجين تستخدم في تتبع حركة المياه عندنا بعض النظائر الأخرى طبعا دي نظائر مستقرة ليس لها أي ضرر على الصحة العامة زي نظائر النيتروجين 15 ودي طبعا بتستخدم فيه إدارة المياه وفي نفس الوقت إدارة التسميت في الأراضي الزراعية ونجي نتكلم على إدارة التسميت في الأراضي الزراعية من الواضح طبعا ومن المعروف أن مصر بتستخدم كميات أسميدة كبيرة جدا هذه الأسميدة عندما تضاف للطربة مع عمليات الرأي بيحصل لها غسيل وتقدر توصل للمياه الجوفية وتلوس تيجي دور التقنات النووية في تعظيم الاستفادة من وحدة المياه ومن وحدة السميد إزاي أقدر أنتج أكبر إنتاج بأقل استخدام للأسميدة عندنا التقنية النووية تتيح إن إحنا نقدر نعمل دراسات وهذه الدراسات طبعا هي الطاقة زرية قامت بيها ومنشورة في الدوريات المحلية والدوريات العالمية على كفاءة استخدام الأسميدة النيتروجينية عندنا برضو زي ما الدكتور شريف تكلم على دور الإشعية إحنا بنتكلم على المعالجة بالإشعية علشان برضو حضرتك النقطة اللي حضرتك طرحتها هي كلمة المعالجة بالإشعية لأن المعالجة بالإشعية دي بتخش في استخدامات في الطب وفي الصناعة وفي الزراعة فمن ضمن المعالجة بالإشعية اللي هو استحداث تفارات تكون لها القدرة في التكيف مع التغيرات المناخية وبالتالي أما يكون عندي صنف معين بقدر أعرضه لكميات محسوبة من الإشعية الجامية وطبعا الإشعار الجامعي ده احنا بنتعرض له حتى في الظروف العادية ولكن بجرعات مدروسة وغير مؤثرة على صحة الإنسان بينتج عن هذه التفارات أو عن هذا التشعيع أو المعالجة بالإشعار البزور ظهور أجيال تتحمل أجيال من هذه الأصناف أو الـ generation يعني تتحمل الملوحة تتحمل الجفاف تكون إنتاجيتها أعلى بالمقارنة بالأصناف الأخرى ودي الميزة اللي بيقدر يقدمها العلاج بالتشعيع لهذه البزور وبيختصر المدة في إنتاج أصناف عالية الانتاجية طبعا لا يخفى على أحد مشكلة الغزائلة في العالم وإحنا هي التقزيرية لم تكون بمعزل أبدا عن القضايا اللي بيتمر بيها سواء مصر أو في العالم وعندنا تعاون على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي مع الوكالة الدولية التقزيرية ومنظامة الأفرة في تعزيز التعاومة بينهم في استخدام التقنات النووية في إدارة الأراضي والمين طيب دكتور شيلف عايزة أرجع بس لنقطة الاستنباط أصناف جديدة أن هي ممكن تاخد جرعة والموضوع ياخد معنا عشر سنين فده بياخد وقت طيب هل إحنا بنستنى التغيرات المناخية عشان نعمل كده ولا عندنا وحدة مثلا لرصد وتوقع التغيرات المناخية في المستقبل فابقنا سباق وده نقطة مهمة جدا اللي حاج بتتكلم فيها أن التقنيات النووية دي بتستخدم في عدة أنشطة منها مثلا معرفة ما حاجة بتتكلم على المياه بنقدر نعرف عمر مثلا الخزان الجوفي مثلا عندنا الخزان في مصر فيه الخزان اسمه النوبي الخزان النوبي دي من خزانات المياه الجوفية في مصر فنقدر نعرف المياه اللي فيه دي بقالها كم سنة ومصادرها ايه كمان وده النظاير اللي هي باسة خدام النظاير في الحكاية دي فحضرتك تقدر تعرف بدل ما تعمل سحب جائر في بعض الأماكن في بعض المحافظات عندنا بيبقى فيها مياه جو فيه فالناس بتعمل زي مثلا الوادي الجديد كان زي من في الوادي الجديد حضرتك تدق البير على بعد خمسين متر تلاقي المياه طلعة لكنها يعني انفجار مياه مع سحب الجائر في بعض الأماكن زي دي نزلت المنسوب المياه الجوفية اللي ان ده مش محسوب فالنظاير المشكلة اللي احنا بلاستخدامها دي او التقنية دي بتقدر تحدد لحضرتك سواء عمر المياه دي او مدى تجددها اللي هي تجددت نتيجة امطار او تجددت نتيجة مثلا ترعى جنبها او اخر مرة تجددت كان امتى اه يعني مثلا احنا عندنا مثلا في انشاص عندنا ترعى تلسماعيلية فهل المياه الجوفية برضو في الموقع فهل المياه الجوفية دي التجدد بتاعها بيجي من تصرب من الترعى ام بيجي من الامطار وهكذا فكل ده بنستخدامات النظاير بنقدر نحسب هذا المعلومات اللي تقدر تفيد الحقيقة متخذ القرار في ادارة الموارد المائية بتاعت مصر طيب مسألة الوعي بالتغيرات المناخية مسألة غاية في الاهمية ويمكن كل هذه الجهود اللي هيكللها بالنجاح هو وعي الناس بخطورة التغيرات المناخية دور الحقيقة الطاقة الزرية ايه في مسألة احداث وعي مجتمعي على التغيرات المناخية الحقيقة هي الطاقة الزرية الحقيقة بتقوم بدور كبير جدا في النشر الوعي اهمها ان احنا بالاشتغل طبعا على عدة محاور محور كبير جدا منهم الاعلام ان احنا دلوقتي الحقيقة يعني عندنا الحقيقة جروب نسمينا فريق الاعلام النووي الحقيقة عندنا جروب كبير جدا من كل اعلاميين وصحفيين مصر المهتمين بقضايا الطاقة الزرية وخدمات فدام الحقيقة من الحقيقة ده جروب قوي جدا ويعني فعلا حاجة مشرفة كلهم شباب زي حضراتكم بيقدروا يعملوا يعني في كل اي معلومة عندنا بتظهر بيقدروا ينشروها في نفس اللحظة فدي اول حاجة حتة التانية اللي بنشغل فيها حضرتك وهو التدريب احنا عندنا تدريب صيفي لجميع طلبة الجامعات والسنة دي الحقيقة الهيئة كانت مستضيفة حوالي 1700 طالب من الجامعات المصرية طبعا حقيقة الشاب بيكون خريج جامعة ما بيقدموا زي خالص بيتقدموا حضرتك ان احنا بيبقى فيه فترة عندنا للتقديم الطالب طبعا زي حضرتك عارفة ان هو فيه تدريب صيفي بتطلبوا منه الجامعات احنا مفتوح لجميع التخصصات فبيقدموا الطالب في الفترة المعينة ديت والسنة دي كمان هنقدم يعني طريقة اخرى الكترونية للناس تقدر تقدم فيها بيعمل ايه بقى الفكرة دي حقا يكون عندي 1700 طالب من كل جامعات مصر بياخدوا تدريب في كل مواقع الهيئة بيتعرفوا على هذه الانشطة ده اكيد مش اكتر منه نشر الكلام ده لان هما دول جيل المستقبل احنا متكلم الشباب هو جيل المستقبل وهو امل الجمهورية الجديدة الحقيقة الشباب فعشان كده ده النقطة التانية اللي بنشتغل عليها طبعا عندنا دورات متخصصة غير الدورات اللي هي التدريب الصيفي عندنا دورات متخصصة بالاضافة اللي احنا بنعمله دلوقتي اللي هو التعاون الحقيقة مع الجامعات يعني فيه بروتوكولات التعاون مع جامعة ان شامس ان شاء الله يبقى مع اسكندرية مع كل الجامعات المصرية البروتوكولات دي هتعدد من ناحية نشر الوعي لأن طبعا الجامعات دي طبعا هي أساس مفرخة الشباب صحيح للعلم فطبعا ده جزء عندنا هيبقى فيه لطلبة المدارس رحلات وتوعية يعني احنا حضرتك شغالين على كل الليفلز بنشتغل على برضو على صحة المرأة فاحنا بنشتغل برضو على المرأة وعندنا يعني احنا شغالين على جميع محاور الوعي للمجتمع المصري عشان نرفع هذه المعرفة سواء في المجال استخدامات السلمية للطاقة الزرية أو في القضايا المتعلقة باتغيرات المناخية عظيم دكتور كساب قبل ما نختم الفقرة كنت عايزة أتكلم مع حضرتك عن دور الهيئة في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وبرامج التمويل الخاصة باتغيرات المناخية استكمالا برضو لكلام الدكتور شريف ودور الهيئة الطاقة الزرية عايزة أقول أن أي ظاهرة موجودة في الطبيعة إذا كان عندنا وسائل سريعة وغير مكلفة لقياسة فيمكن إدارته التقنية النووية بتوفر دو تقنيات دقيقة عن طريق أن نستخدم أجهزة حساسة جدا تقدر تديني بيانات دقيقة أقدر أديها المتخذ القرار يتخذ عليها إجراء معين للحفاظ على المورد اللي هو الأرض أو المياه بالنسبة لموضوع الاقتصاد الأخضر عايزة أقول أن نهاية الطاقة الزرية في سنة 2003 بدأت تجربة كانت استخدام الطاقة الشمسية في إدارة مزارع يعني إدارة نظام ري مزرعة صغيرة وكان فيها استخدام الطاقة الشمسية وبدأ من دا كان مشروب التعامل مع أكاديمية البحث العلمي وبدأت هيئة الطاقة الزرية تخت خطوات واسعة في هذا المجال عن طريق المتخصصين عندنا في وحدة هندسة المياه وتكنولوجيا الطاقة المتجددة ويمكن أول محطة اتعاملت في منطقة المغرى في العالمين كان بتصميم وإدارة أحد خبار الطاقة الشمسية عندنا في قسم بحوث الأراضي والمياه وبالتالي إحنا عندنا برضو بعض الدراسات على التصنيع بتاع الخلايا أعتقد الدكتور شريف ممكن يتكلم عليها بشكل أوضح وطبعا التقنات اللي أقول بتستخدم في رصد التغيرات اللي بتحضل في التربة وانخفاض الخصوة بتاعتها ده بيساعد في التحول للاقتصاد الأخضر إن إحنا نقدر نحافظ على هذه التربة ونقدر نختار النباتات المناسبة لها للحفاظ عليها وتوفير الغطاء النباتي لها بما يسمح أن التربة هي المستودع للكربون وليس الباعث للكربون نشكر حضراتكم شكرا جزيلا شرفتونا ونورتونا دكتور شريف الجهر المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الزرية ودكتور محمد كساب أستاذ مساعد الأراضي بمركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الزرية شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم